اشتركوا في القناة ومشاركت بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة بهذه المناسبة أعرب سعدة السيد أيمان بن توفيق المؤيد عن شكره وتقديره للمسؤولين على زيارة مدينة شباب 2030 والإطلاع على ما تقدمهم البرامج وفعاليات تساهم في إكساب الشباب البحريني المزيد من المهارات التي تمهد دخولهم إلى سوق العمل مؤكدا أن تواجدهم في المدينة يمثلوا داعما واضحا أو دعما واضحا للشباب وتأكيدا لاهتمام رسمي بدعم الشباب والوقوف إلى جانبهم والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم من جانبهم أعرب الوزراء والمسؤولون عن تقديرهم للدور البارز الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة في دعم الشباب البحريني لاكتشاف وسقل وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات ومشيرين أن مدينة شباب 2030 تعتبر من المبادرات الرائدة التي تساهم في تزويد الشباب بالمهارات اللازمة والتي تمهد إلى دخولهم إلى سوق العمل متسلحين بالعلم والتدريب والخبرة علاوة على مخرجاتها البارزة طوال السنوات الماضية انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وريهانها المستمر على الشباب البحريني الواعد باعتبارهم ركنا أساسيا في التنمية والتطور فقد قام عدد من الوزراء والمسؤولين بجولة في مدينة الشباب واطلعوا على المراكز المتنوعة التي تضم العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة التي ستساهم في إكساب الشاب البحريني المزيد من المهارات التي تمهد دخولهم إلى سوق العمل مدينة الشباب وفرت الفرص التدريبية المتميزة لجميع الشباب لتزويدهم بالإمكانات لدعم طاقاتهم الإبداعية ورفع مستوى مهاراتهم بما يسهم في خلق الكوادر البحرينية المؤهلة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين طبعاً مدينة الشباب في السنة هذه تركز على ثلاث أشياء أساسية وهي محور عمل وزارة شؤون الشباب الرياضة نحن نركز على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية اليوم اللي شفناه في هذه الجولة أن أهم شيء بالنسبة لنا هو تواصل الشباب وشباكات الاتصال مع القطاعات ومع المسؤولين في هذه القطاعات فمثل ما شفنا اليوم عندنا ساعدة وزير شؤون الإعلام كنا نتكلم عن المواهب الشبابية في قطاع الإعلام بنفس الشكل بالنسبة حق السياحة وغيرها من وزارات فاليوم اللي شفناه هي الأفكار اللي الواحد يقدر يغرسها والفرص اللي الواحد يقدر يكتسبها لما توصل الموهبة الشام مع المسؤول حقيقة يعني أنا طبعا عشرت مدينة الشباب في العشرة واحدة عشر سنة الماضية واللي دائما يفاجئني وأفتخر وستانس أن أشوف وروح الشباب أولا التطور في السنوات العشر الماضية وماشاء الله عليهم جودة البرامج وتطور البرامج مع احتياجات السوق طبعا من ناحية التمكين احنا نساعد نمول ونهيئ ونمكن الشباب علشان يدخلون سوق العمل فكل ما قدرنا نسق المهارات نوضح لهم ما هي الخيارات وكل هالأمور فاحنا قمنا ان شاء الله بالواجب ويحرص القائمون على مدينة الشباب في كل نسخة على تطوير طرق إيصال المعلومة والمعرفة والبرامج وإيصالها إلى أذهان المشاركين بأساليب مبتكرة وحديثة حتى يغضي المشاركون أوقاتهم في أجواء من المتعة والحماس برنامج سنوي يلبي تطلعات ورؤى جلالة الملك المعظم وأرضية خصبة لتشجيع الشباب لصغل مهاراتهم عبر مجموعة متكاملة من البرامج المتميزة الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الشبابية طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرية